السلام بنات كنتم بألف خامة عندما تشاهدوا الفيديو الناس الذين يشوفوا القناة أول مرة لا تنسوا الاشتراك في القناة الفيديو اليوم سوف نحضر على خدوة غل الشعر التي كنت تستعمل وخا ما عنديش كاملين انها تشوفوا بزاف ديالي حواليش كنت تستعملهم في الفيديو قبل ولا اني تسالة واني ارميتهم هدو هما اللي بقي اللي سوف نحضر لكم هنا اول حاجة هو هاد الهر مايوناز اللي راحت تسالة لدابا هو اللي دائما كنحضر إليه دائما كنستعملوه الناس اللي شعرهم ناشف او حتى اللي شعرهم دهني مكلو ما ناوم يستعملوه مكي مكي زيت الشعر غي كيردو ارطاب زوين هادا طوب غي ديفو ديالو وانكما خاصكش تقربو للشعر من الجزر ديالو لانه مع الوقت كي بدي يدير القشرة المسك التاني هو هادا ديال فاتيكا اللي كنت عد خديته هادا شي سيمانات استعملتو جربتو هادا اللي طوب حاليا انه هادا هو اللي احسن مسك هادا ديال فاتيكا هادا غيم اللي الليل استعملتو هادا شي جوج من راس كنديرو متكنجين ناس و كنديرو فشعر ديالي مبعد كنفق في الصباح كندوش الشعر كي رجعو اوب هوا كي كتشوفو عاد ديرا منو شوية باقي عامر لانه هادا ديال الليل فاتيكا اللي اللي لإصلاح تلاف كرام للشعر بالبيض والخروع والعسل هادا اللي طوب التامان ديالو كندن كندنشي 24 او 25 بحال هاكا من كارفور هادا اللي طوب غادي نبقى معا البخودويد فاتيكا اللي انا وليس كنسعملو هادا اللي ايمات بكترا جربت غي اول مرة اول واحد جربت هادا ولقيتهم انهم بزاف اني سهلو ان الانسان يديرهم وخاكا لقى انه بزاف الناس ما كيستعملو مش علاش ماعرفش تمان ديالهم ارخيص وعندهم شي نتائج كتحس بهم انهم كيديرو شي حاجه في الشعر كي قلت لكم هادا ديال فاتيكا حمام زيت هادا كديرو تل من بعد الدوش يعني في الدوش من بعد شامبون كتديرو الريحة دياله الطوب هادا دائما كنصح به الناس اللي كيديرو شي خلطات اللي بحل التومة او شي حاجه للشعر تخلي ريحة خايبة هذا الطوب التمنى دياله 25 درهم من كارفور ريحتو الطوب وحته هو كي كي يرجع الشعر زوين من بعد الدوش كتحس ان الشعر مكي خرش شنها شفو لا طالع في السماء عندي هذا حتى هو كنت خديتهم هادو في الفيديو للناس اللي شافو كنت درت المشتريات ديالي وكنت خديت هادو وبزاف اللي قالوا لي شنو ما رأيك فيهم عنا دبا جربتهم هادا تهو ديال فاتيكا بلوز حتى هو ترطيب فائق هادا الشعر الجاف حتى هو زوين هذا قبل الدوش كنديرو كنخليه واحد الاشرة دقايق من بعد كنخلي ناخد دوش ديالي عادي تهو كي خر الشعر هادا لقيتهم بحاله بحال الهير مايونيز عندك هادو بثلاثة بهم لقيتهم انهم كيتشابهم هادا التمن ديالو تهو مع قلش شوالي نراني داجا بالتمن ديالو في الفيديو هادا حتى هو زوين هادا 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 هذا الشعر يساعدون على شعر وهذا الشعر يستعملون الأفضل لدينا هذا الشعر هذا الشعر يساعد ببلافوكا و لذلك نحن نفوه أردت هنالك هو نحن نفوه و كنت أخذ وأنا هنالك و كنت أخذ له مواعر حسن لذلك أجل الأساس و أخذ من المزيد هذا يمكنك تغيير الشعر من التحت لا تغيير الشعر كامل تغسل الشمبون هذو ما اللي مودة و انا كنت ستعملهم سننضز لهذا المسك هذي حالها دائجة هدرت عليه ديال فاغماسي هو شمبون ديال اللي بيتوما استعملته واحد المودة و انا كنت ستعملوه في الول انا هو كيبين شيء حاجة اللي يزمينه في الشعر ما كيبقىش يطيح الشعر و كيخر الشعر زوين ولا ان من بعد تهوى كيبين لكي يدير القشرة مع الوقت و ما بقتش كان ديرو واخا شكرته بزاف واحد الفيديو ولا اني من بعد يعني ماشي غدي تستعمل غي متلا هذي و غدي يبالك القشرة لها كتبقى تستعملو متلا مدة عام عمعين ما ما بقاش عاجبني ماشي شيء حاجة هذا اللي ما بقتش استعملو عندي هذي بلا لواذاغه هذي تهي الشعر كنستعمل منها ماشي الشعر بو كنديرها نيشان على الشعر ولا اني كتتحتاج باناني باش نديرها الفشي ماسك كنديرو و كنزيد معاه مع القادية لواذاغه عندي هذي الشامبوين اللي درجة هدرت اليه هو اللي حاليا كنستعملو ولا اني من غدي تساله ما غدي شنو اللي ناخدو هذي نوالي ناخد هذي نوالي نكمل نفس الحاجة اللي كنستعمل دايما هذي اختيتو غي على ود كي قتليكم كملة تخيتمون كامل على ود القشرة والحكة اللي عندي في الراس خرجو اللي الطبائب هذي هو اللي كنستعمل ولا اني من هذي تساله كي قتليكم هذي نوالي ناخدو الثمن دياله زيت بزاف و ضغية ضغية كي تساله ومشي شي حاجة ما مباليش فرق انا في شعري من ناحية ديال الشامبون شامبون كتلقى انه كتعي يتجرف انواع للشامبون كتلقى مكي غسلو الشعر وصافين مندي هذا هذي الزيت اللي كنت هوا هدرت اليه في البخودوي ديال فارماسي هذا اللي بزاف ليسولوني شنو من بعد شنو بلك فيه لانني كدك لو قتعد خديته هذا اللي ديرني اليه انهو ناس صالع لانهم صالع للرجال و للعيالات يستعملوه كي ينوت الشعر ما كيدير حتى حاجة استعملتو مود دوانا استعملوه ما دير حتى حاجة من غير انهو كيرطب الشعر لانه بزاف فيه فيه بزاف ديال زيوت كي خليتها كي يخرج الشعر هو ورطاب وزوين ولا ينين باش انهو ينوت لي الشعر ولا وقفت ساقط الشعر ما دار حتى حاجة من بعد غدي ندوز لهذا هذا ديال قبل الساشوار اللي كي يحمي الشعر من الحرارة هذا اللي جربته و ما ندمتش عليه طب في مغدية السالة اول حاجة كي يحمي الشعر من الحرارة الثاني حاجة الريحة دياله كي خلي واحد الريحة زوينة في الشعر شامبوين سك كنت في الول كاس اعمل هذا واخا انا ضد هاد الشامبوين لانهو ما كيدرروا الشعر ولا اني ضروري احكام ما كتتحتاجهم وكتوقف عليهم ضروري غادي تمشي تساوب بيهم كنس كنستعمل هذا تهو جوين ولا اني ديفو دياله هو ان الريحة دياله كتخلي في الشعر ما تصلحش انا كتديرو تخرج بيك يخلي الشعر بحل فيه ريحة دياللي بومبون ما زوينش على ود غير ريحة اما في استعمال دياله ما هو عادي ولانه غير ريحة دياله ولي كالديرانجة كتبقى ذيك الرحة في الشعر ما زوينش من بعد وليس كنتستعمل هاد الى ايامات هذا ديال باتيست هذا اللي زوين ما كتخلي لرحة التحاجة هذا بالنسبة ان الناس اللي محتاجين شامبون سيك يستعملوا هذا هذا هو الفيديو ديال اليوم كانتمنى يكون ايج بكم ونحاول اني قربتكم اللي بخدوي اللي حاليا عندي كانتمنى يكون ايج بكم اللي اعجبكم ما تنسوش لايك الفيديو